السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو النهاردة ان شاء الله عن سورة آل عمران وهي سورة مدنية وعدد آياتها 200 اسمها هذه السورة هي آل عمران والزهراء سميت بآل عمران لأن هذا البيت المبارك كان رمزا للثابات والصلاح وخدمة الدين وسميت بالزهراء لأنها تنير الطريق للسالكين إلى الله مع سورة البقرة مما جاء في فضلها قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هتين الآيتين أول آية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسورة البقرة وصورة آل عمران في فاتحتها الله لا إله إلا هو الحي القيوم